البداية هل تفضل الحديث اليوم سيد علي عن الجانب الأمريكي فيما تعلق بالوظائف الأمريكية بينات جيدة أم الجانب اليوناني وأقصد من وراء سؤالي أيهما الأكثر تأثيرا على الأسواق الأخرى أتوقع التحسن الاقتصاد الأمريكي له التأثير الأكبر في كيف تتفاعل الأسواق وخاصة العملات في البيانات التي صدرت يوم الجمعة التي كانت حقيقة في خلال ثلاث شهور الاقتصاد حقق أكثر من 3 ملايين و200 ألف وظيفة في الولايات المتحدة فكان لها الصدى الإيجابي وأيضا عززت من الاعتقاد بأن الفدرالي سوف الآن يقوم ربما برفع الفائدة في شهر 6 وليس سبتمبر فقط نذكر ببيانات الوظائف تم إضافة 147 ألف وظيفة جديدة فوق المتوقع ولكن الإضافة بالمجمل من الوظائف غير الزراعي كانت 257 ألف وظيفة الأرقام أيضا جاءت بمعدل الأجور كان جيد ولكن ليس ممتاز الجدير بذكر أن معدل البطالة عادة ليرتفع ولكن فقط بفارق 0.1% يصل إلى 5.7% عن 5.6% عن القراءة السابقة أعود من جديد هذه المرة للحديث عن المؤاخذات على موضوع إما التأجيل أو تعجيل قرار الفائدة يبدو أنه شهر 6 سيكون شهر قوي اجتماع الأوبك وأيضا تحركات الفدرال الأمريكي والأهم ذلك في رأيه الاجتماع الفمارس الفدرالي سيكون من المثير إذا ستستعمل جانت يلين كلمة سنكون صابرين عندما تدلي بالمؤتمر الصحفي أو حتى في الستيتمنت التي تصدر بعد القرار الشهر المقبل إذا لم تكن تستعمل هذا ربما دلالة أكثر للأسواق بأن الفدرالي ينمو برفع الفائدة فعلا في جون من هذا العام في شهر 6 من هذا العام نعم أعود من جديد معك أيضا إلى القراءة الأمريكية هل فقط يجب أن تكون الوعود قادمة فقط من سوق الوظائف أم يجب أن ننظر أيضا إلى بيانات أخرى نحن كاقتصاديون فيما يتعلق أيضا بنظرتنا لتحسن وضع الاقتصاد الأمريكي ماذا عن معدل النمو في ناتج المحل الإجمالي ماذا عن المؤشرات الأخرى مؤشر أسعار المستهلكين الطلبات على السلع المعامرة وغيرها نعم يعني من الواضح أنه وتيرة تحسن الاقتصاد في الولايات المتحدة بدت البيانات التي تصدر أكدت هذا الشيء في الفترة السابقة يعني هذا الشهر الحادي عشر على التوالي الذي يخلق الاقتصاد أكثر من 200 ألف وظيفة فهذه كلها عوامل إيجابية من الواضح أيضا قطاع التجزئة جيد جدا هناك الكثير من الوظائف كانت في قطاع التجزئة والآن الكل ينتظر كما ذكرت هناك الويج انفليشن أو يعني تحسنت أجور الموظفين بنصف بالمئة فالآن الكل يعول على أن هذه الزيادة في الأجور وأيضا انخفاض أسعار النفط حتى تعطي دافع للمستهلك الأمريكي إنه يستهلك أكثر خاصة عندما نقترب من أشهر الصيف وأشهر الأجازات القادمة نعم الحديث اليوم أيضا حول ما يحدث من الشريك الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية عندما نتحدث عن الصين عندما تقول الصين أنه لديها فائض في الميزان التجاري نمو واضح بحدود 88% كيف ذلك وكانت آخر قراءة تشير إلى عجز في الميزان التجاري وكان ربما هو الأول كان هذا يظهر تحديدا في آخر شهر لها في العام المنصرم كيف تحسنت لديها علاقاتها الخارجية يعني الصين أيضا أمامها من الواضح تحديات أنه أولا بمحافظة على مستويات نمو من غير متأثر ديمغرافيا على الهيكلة الديمغرافية في الصين وأيضا ولو هي سعت في الفترة الأخيرة لأرضاء الولايات المتحدة أنه تخلي عملتها ترتفع أمام الدولار ولكن الآن في قدوم كثير من البنوك المركزية على سياسات تيسيلية تساعد على تخفيض عملتهم ربما أيضا نرى الصين تتجه لمحاولة دخولها حرب العملات كما يحب الكثير أن يسميها وذلك تساعد اقتصادها للمحافظة على مستويات النمو التي نرى أنها تتدنى ولتحفيز الاقتصاد الحديث يوم عن حرب العملات أو إضعاف القوى الشرائية لأي من العملات أو سعر صرفها يشجعني على أن أقوم بالاستراد منها ولكن إذا كان أنا معدل الطلاب المحلي عندي منخفض ولا أرغب أو أمر بحالة ركود اقتصادي هل سيكون حافز فعلا باعتقادك مع خبرتك في هذا الموضوع السابق سيد علي سيكون حافز لي أنا مصنع قررت أو منشأة أني لا أقوم بزيادة معدل الإنتاج لكن وجدت أن اليابان لين والله مغري الوضع فيه أو ليوان في الصين مغري الوضع أقوم بسحب بعض من الإنتاج تخزينه على سبيل المثال أو تحريك خطوط إنتاج هل هذا ممكن يكون حافز باعتقادك يعني إذا أنت منتج سلعة الماء ويتم تصديرها إذا صارت عملتك طبعا مور اكسبنسف من الواضح أو يعني من المتوقع أن يقل الطلب على هذه وهذا أيضا نترجعنا للولايات المتحدة يعني الآن المخافة في كل هذه البيانات الجيدة رأينا في الفترة السابقة الدولار يرتفع فالآن المخافة أن ما سوف يعرق وتيرة النمو في الولايات المتحدة هو ارتفاع الدولار وفعلا رأينا بعض المؤشرات أنه في الأشهر السابقة رأينا الواردات تزيد والصادرات تقل من الولايات المتحدة فهذه هي تبقى المعادلة التي على الدول وعلى المنتجين أن يحاولوا التوازن ما بينها للحفاظ على مستوى الدخل جيد نعود من جديد هل تنشغل المنطقة الأوروبية هذه المرة بأصغر القوى الاقتصادية فيها ونتحدث عن اليونان ماذا بشأن الجولة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة اليساري الجديد وخرج منها بخفي حنين أعود هذه المرة وأذكر بما أغلقت عليه البورصة لدينا في أدائها للأسبوع الماضي تحديدا في أثناء كيف بدت لدينا التداولات يبدو أن الأسبوع أو نهاية الأسبوع كانت جيدة وحصيلة التداولات كانت بارتفاع قدر 11% هل تحاول السوق أن تنكر حقيقة الوضع الداخل يعود من جديد مع ضيف يا سيد علي حمودي هل تعتقد أنه ما يحدث في اليونان مؤقت أعني بذلك أنه فقط انتفاضة شاب جديد يحاول أن يقوم بجولة إقناع بعض من الشركاء الذين حموا اقتصاد بلاده في وقت سابق بأن يؤخر وكان بشكل تدريج عملية برنامج التقشف المطلوب منه أتوقع ذلك هو الوعود التي قالها قبل الانتخاب وحتى يوم ما أعلن الفوز كان من الواضح لن يستطيع بتنفيذها سنلغي كل الشروط الصارمة على الديون وسوف نعيد أمجاد الماضي من الواضح هذه الجولة التي قام بها الأسبوع الماضي جلسوا ورحبوا وقالوا له هذا الحجم لا يفيدك في النهاية مضطر أنك تخضع للبرنامج بأكيد برنامج قامت به ووافقت به الحكومة التي أيضا انتخلها الشعب اليوناني 240 مليار يورو ليس قليلا واخدت 240 مليار يورو ديونكم الآن 315 مليار يورو ورجيني شطرتك كيف تحل المشكلة بأكيد فيبدو أنه فعلا محتاج أن يخضع إلى هذا البرنامج إلى أي مدى باعتقادك ستستطيع ميركل أن تمهد له يعني هي في النهاية أنه سيكون هناك خفض في مستوى الديون هذه ينساها أحسن لن يكون هناك أنا في رأيي أي هيركت بالنسبة للديون إعادة هيكلة الديون إعادة وضع تايم تايبل جديد لسداد الديون ممكن وهذا أيضا ما رأيناه الأسبوع الماضي الأي سي بي قال أنه لن نقبل بسنداتكم كضمان لأنوا الآن توحون بينكم لن تلتزموا بما اتفقتم به وإحنا كهيئة لدينا مانديت معين علينا أن نحمي مصالح الشيرهول بس خلينا نسميهم نعم وباعتقادك أيضا بعد تخفيض التصنيف السيادي لوضع الديون اليوناني طبعا متأكدين أنه ستذهب إلى دائرة الجنك في الآخر ولكن دراجي لن يخاطر بالسندات اليونانية لن يراهن عليها مع أنه أنت تعلم جيد أنه في نوعية مستثمرين شهيد المخاطر عندهم مرتفع بالعكس ونالك من يشتري عليها لكن على مستوى مؤسساتي أو على مستوى بنك مركزي أوروبي لن يخاطر بالشراء فيها نعم المشكلة أنه كيفية الخروج من هذه الدوامة اليونانية نحن صارنا فيها من 2012 لحد الآن السنة الثالثة يعني وبعدين البعض يقول طيب It's not fair يعني أرلندا قامت بحزم تقشف وقامت بإعادة هيكل الكثير والتزمت وقد أتت أكلها خرجت من حزمة الإنقاذ والآن اقتصادها جيد فلماذا أنتوا يعني مصررين على عدم الالتزام وكأنما نحن يعني ملزمين بإنقاذكم وأنا في رأيي ربما في النهاية يعني في النهاية أنا لو كان هو فعلا جريء يقول إحنا يا جماعة علينا أن في الوقت للمرحلة الحالية علينا أن يعني نخرج من العملة الموحدة ما نخرج من الاتحاد الأوروبي نخرج من العملة الموحدة لأن اقتصادنا حقيقة يحتاج إلى عملة تكون مقيمة بعشرة أضعاف أقل من اليورو فربما هذا هو الطريق ولا نستعد أبدا يعني في 2015 يكون خروج اليونان من العملة الموحدة نعم من جديد مع سيد علي حمودي هل تجد أنه نعم نحن آخذين فنيا في هذا التحرك نعم يعني اليورو أنا ما زلت نقدف بالنسبة عليه أتوقع المزيد من الهبوط خاصة في كل هذه البيانات التي سردناها في البداية تحسن في الولايات المتحدة من المتوقع الآن الأسواق تحتسب ارتفاع الفائدة في شهر ستة المزيد يعني الآن شهر بعد شهر سوف نرى المزيد من هالستين مليار تيسيل كمي الذي سوف يقوم به البنك المركزي الأوروبي نهيكي عن اليونان التي ربما تضيف بعض التشاؤم للأسواق واليورو فعلا يحتاج أن يكون على الدولار وعشرة وتحت هذا المستوى نعم اليورو له تأثير على الذهب بخلاف تأثير الدولار على الذهب من ينظر اليوم إلى الذهب في ظل تراجع اليورو وفي ظل استقراء لأنه الدولار ما أخذ أيضا في المزيد من المكاسب في ضوء البيانات الوظائف الأمريكية نعم رأينا الذهب يهبط في الجلسات الأخيرة وذلك لي ارتفاع الدولار وأيضا بالتكهنات بأن المعدل الفائدة سوف يرتفع في الولايات المتحدة أتوقع الذهب مساره هذا العام كالعام الماضي كما ذكرت سابقا ليس لديه حيز واسع في التداول يبقى ما بين 1180-1320 ربما في الفترة القادمة إلا إذا طرأت عوامل جيوسيا سيغير محتسبة على المنطقة نعم أيضا النفط نعلم جيدا أنه يتم الإعلان يوم بعد الآخر عن شركات نفطية وهي كبيرة جدا تعلق عمليات التنقيب والحفر في منصات خاصة للنفط الصخري ماذا تأثير ذلك على التحرك الأخير الذي تابعنا لنفط حبذا لو أخذنا جلسة الجمعة كيف كان لدينا تداولات النفط خاصة برينت عندك وكذلك الخفيف بعد أن تابعنا بيانات وجود مخزون جيد وافر عدنا لنشهد هذا النفط يعود إلى الحسار إلى التراجع لكن الأداء الأسبوع كان إيجابي للخفيف 8% سجل لدينا مكاسب 52-34 برينت كيف أغلق لدينا الأسبوع الماضي أيضا بتسعة في المائة أداء متفوق إلى 57-80 كيف تنظر إلى وضع النفط هذه الفترة نعم الأخبار التي صدرت كما تفضلت يعني عندك بيكر هيوز أعلنت أكثر من ثمانين منصة قد أوقفت الإنتاج حيث الرحون تقريبا 7000 موظف هذه كلها ساعدت أنه يعني انخفاض أسعار النفط قد أتت على الغاية المنشودة وهي أن ينخفض الإنتاج بعض الشيء الذي الكل يعلم أنه هناك قرابة المليونين برميل زيادة في الإنتاج يوميا ولكن المخافة أنا في رأيي إذا استقرت أسعار الأسواق كما هي عليه هذه ستضطي دافع لشركات النفط الصخري التي على مستوية الخمسين مش بطالة يعني ممكن أن تعمل بعض الجزء منها أو تعوض في مرحلة قادمة ستستمر في الإنتاج عن أنه تخرج من اللعبة إذا كان نزل تحت الأربعين دولار خبر جيد